مرة أخرى اندلعت الاشتباكات بين القوات الأمنية الاتحادية والبيشمرقة في أكثر من محور وتسبب في مقتل عدد من عناصر الطرفين بينهم وحيد باكوزي القياد في الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت هذه الاشتباكات بعد أن انطلقت الآليات المدرعة الاتحادية من منطقة زمار شمال غرب الموصل باتجاه معبر في شخابور الحدود مع سوريا وتزامنت معها مواجهات أخرى بين قوات البيشمرقة والقوات الاتحادية في جنوب مدينة أربيل باتجاه قضاء مخمور وألتون كوبري نحاول أن نبتعد عن الصدام المسلح لكي لا ترى قدماء ولكي نعطي فرصة للحكومتين لحكومة الأقليم والحكومة الاتحادية فيما بعد للمحادثات ولحل المشاكل وحذر مجلس أمن أقليم كردستان من هجوم القوات الاتحادية على مواقع قوات البيشمرقة الشمال غرب مدينة الموصل داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على بغداد لوقف هذا التقدم وسحب جميع القوات من المناطق المجاورة والقبول بعرض حكومة الأقليم لإجراء محادثات غير مشروطة لتسوية الخلافات السياسية طبعا هذه الاشتباكات ليس من جانبنا وإنما هو من قبل حج الشعبي وهو يهاجمنا ولم يتوقفوا في النقطة فيجب أن يتوقفوا من النقطة لكي نبدأ بالحوار وطلبنا الحوار بدورهم حذر المراقبون من تفاقم الأوضاع نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة بين بغداد وأربيل داعين الإدارة الأمريكية إلى التدخل بشكل مباشر وقوي والدعوة إلى إجراء حوار سريع لتدارك الوضع قبل الخروج من السيطرة المفتاح بيد الولايات المفتاحة ولكن يبدو عدم تحركة هو هذا اللغز الذي لا نملك جواب عليها يأتي هذا التصعيد في وقت تطالب الحكومة الاتحادية من القيادة الكردية بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل الدخول في أي حوار معهم فيما عرضت حكومة الأقليم على بغداد تجميد نتائج هذا الاستفتاء حميز زباري الحرة أربيل